بسم الله الرحمن الرحيم عندنا الف واو طولة سبعة واوبا طولة خمسة واوبا جيم دول مربع طولة ظلعة خمسة المطلوب إيجاد القطعة دولها نلاحظ عندنا نستخدم تلشابه المثلثات عندنا هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية لأن عندنا هذين المستقيمين متوازيين جميل وعندنا هنا زاوية قائمة وهنا زاوية قائمة إذن عندنا زاويتين أكيد الزاوية الثالثة بتكون نفس الشيء فتساوت الزاوية يتشابه هذين المثلثين هذا المثلث الأول والمثلث الثاني هذا طول الظلع قلنا خمسة إذن عندنا معلوم من هذا المثلث هذا المثلث عندنا منا معلومين اللي هو اثنى عاش سبعة وخمسة وعندنا خمسة الوتر يصير وهذا مثلث قائمة الزاوية يصير خمسة وص اثنين زائد اثنى عاش وص اثنين الكل تربيع فيطلع ثلاثة عاش اللي هو ألف جيم الآن انطبق انطبق تشابه المثلثات احنا نبي القطعة دولها طول القطعة دولها جميل عندنا ظلع معلوم فنقول له دولها على الظلع المعلوم اللي هو يصير المقابل للزاوية القائمة الوتر خمسة يصاوي طبعا دولها المقابل للزاوية جيم دائما نحط الزاوية عشان ما تتلاخبط حلو فالمقابل للزاوية جيم مفروض النسبة تصاوي المقابل للزاوية ألف اللي هي خمسة اللي هو خمسة على الوتر اللي هو قلنا ثلاثة عاش اذا قيمة الطول القطعة الدول ها يصاوي خمسة وعشرين على ثبعش اللي هو تقريبا اثنين